تعالي يعلمك القراءة من غير كتب تجويد برواية قالون عن نافع طبعا قراءة قراءة أهل تونس وأهل ليبيا أهلا وسهلا بكم أحبابي متابعيني إحنا كنا وصلنا لحد الآية 65 على مصحف قالون وموعظة للمتقين هنبدأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنقرأ عادي نفس رواية حفص بقصر المد المنفصل وبإسكان ميم الجمع ونبدأ الكلمات اللي فيها تغيير بين حفص وقالون هذه اللي هنبدأ عليها وحتليني حطها تحتها خط هبدأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقارة أخذ بالك بقارة بترقيق الباء قالوا أتتخذنا هزوءا هزوءا ما تقوليش هزءا مش هزءا ومش هزوءا هزوءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبيل لنا ماهي خذ بالك هنا في إضغام كامل يبيل لنا قال إنه يقول إنها بقارة لا فارض ولا بكر خذ بالك ما تقوليش لا فارض لا فارض ألفاء مرققة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبيل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقارة صفراء خذ بالك بقارة صفراء فيه نوات إيه؟ فيه إخفاء للتنوين مع تفخيم الغنة لأن الحرف اللي جاي بعدها حرف إيه مفخم فاقع لونها لا مش حقول فاقع فاقع لونها فاقع لونها تسر بالصدطة لا تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبيل لنا ماهي إن البقارة وما حدش يقول البقارة البابا بتفخيم الباب الباب البقارة تشابها علينا وإنا إن شاء الله لا مهتدون لا مهتدون قال إنه يقول إنها بقارة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تصمش تصمح حدش يقول لي تسقي ولا تس ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن دئت بالحق فذباحوها وما كادوا يفعلون قالون هنكتفي بهذا القدر على رواية قالون عن نافع والمرة الجاية هعلمك بقراءة قالون عن نافع ومن غير كتب تجويد ترجمة نانسي قنقر